الاكل الحلوه بتبنن شكلها طبعا الشكل قدامكم واضح قد ايه جميل جدا يفتح النفس عايز اقولك ان انت لو ملكش نفسي تاكلي اصلا هتعودي و هتاكلي و مش هتبطي اكل فيها طحفة و طعمها جميل و كل حاجة فيها حلوه و مش محتاجة اي حاجة جنبها ولا لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة هي عايزة تاكل زي ما هي كده طب انا بعمل ايه تعال اقولكم حضري بس الاول حال على النار حطي فيها مية سخنة بتغلي حنحط فيها رشة ملح و حنزل عليهم بنص كيلو من المكارون الالام حاسبها تغلي لمدة خمس دقايق مش عايزاها تتهري يا دوبك بس كده امسك المكارونة قال ايه هبتدت تدخل في السواء يبقى هي كده تمام و زي الفل حطف عليها و صفيها طوصة بقى على النار فيها زيت بصلايا كبيرة مبشورة جزرتين مبشورين و حنقلبهم مع بعض اول ما يدبلوا حنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخل و نقلب تقلبتين و هحط عليهم ربع كيلو من اللحمة المفرومة و اول ما اللحمة لونها هيغير حبتدي ان انا ابهارها بحبة ملح بس و هنزل عليهم بطماطمية كبيرة كنت بشرها بس كنت شايلة الاشرة بتاعتي هقلب بقى اللحمة مع الطماطم و هينزلوا المية بتاعتهم علشان عايزة اساوي اللحمة كويس هتستوي بقى اللحمة في المية اللي نزلت منها هحط عليها معلقة من الدبس الرومان و صياسوس و معلقة كمان من صوس البربوكيو عايز اقولوكم ان التلاتة دول بيخلوا العصاق بتاعتك تعم و بيكون في حتة تانية خالص شايفين بقى البهرات بتاعتنا الان حطتها شطة في الفل اسود و بصل بودر و مكعب من برق الدجاج و هقلبهم مع بعض كويس جدا و كده اللحمة مش هتاخد اي بهرات تاني اول ما المية بتاعتها هتنشف خطفي عليها و كده هي هتكون جاهزة هنحضر بقى احلى و اجمل صوس بشاميل هنعمله على البارد بيكون تعمه حلو جدا اللتر من الحليب ست معالق كبار من الدقيق اربع معالق من اي نوع جبن كريمي عندي حضرت الدورة و حطت فيه الجبن الكريمي و كمان هحط عليهم الحليب و هبتدي بقى ان انا ابهرهم ببهرات بتكون بسيطة بس بتفرق كتير في الطعام هحط اول حاجة مكعب ملأ الدجاج و ده بيكون اختياري ممكن تستغني عنه و هضيف كمان نص معلقة من التوم البودر و البصر البودر و ربع معلقة من جسط التيوب و الحبهين و شوية صغيرين من الفلفل الاسود و هنزبط الملح بتاعنا لا تستغربيش من البهرات دي جربيها بجد بيكون طعمها حلو جدا هناخد بقى الخريط دي نضربه بالهند بلندر او نضربه بالخلط ما اخدش معايا سواني و كان الدقيق و الحليب اختلطوا مع بعض و بقى كل حاجة تمام جدا هنروح بقى على البتجاز و هنحضر الحلة بتاعتنا و هضيف كمان معلقة كبيرة من السن البلدي و هبتدي احط البشاميل ده على النور و هقلبه تقليب مستمر لحد ما يديني قوام كريمي و ما يكونش فيه اي تكتلات و لو انتي بقى من الناس اللي بتحب الاكلات الشتوية اللي بتدفي ف انا النهاردة جايبالك اكلات حلوة جدا كلها سريعة ما بتاخدش وقت مجمع عليك الاكلات دي كلها كتابية وسيبالك اللينك بتاعها في البايو في اول تعليق بصي عليها و هتستفيدي منها كتير هنحضر البايركس بتاعنا هنحط فيه من تحت نصف كمية المكارون هتجيب العصاج اللي انا لسه كنت عاملا معاكم هبتدي بقى ان انا افرده كده في نصف المكارونة بيكون طعمه رحته بجد فيه منتهى الجميل و هنقفل الوش ببقية كمية المكارونة كلها و هنجيب بقى البشاميل بتاعنا التحفة الكريمي ده و هنبتدي نصفه كده بقى على وش الصينية بتاعتنا وبأي معلقة صغيرة هعمل كده فتحت صغيرة علشان البشاميل يتغلغل كده من تحته من فوق والمكارونة تكون غرقانة في البشاميل جبت المعلقة و ابتديت ان انا انزل كل المكارونة و خليها كلها سوى بعد كده و اغطيها بالبشاميل هدخلها الفرن بس علشان ما تنشفش معي هجيب صانية تانية احط فيها شوية مية سخنة تكون مغلية علشان انا مش عايزة الصانية بتاعتي تنشف من تحت و ادخلها على فرن سيخن اول ما بتعدي عليها ربع ساعة بتكون ابتدت تشرب بقى من البشاميل طلعتها و وديت لها كده طبقة محترمة من الجبنة وبعد كده دخلتها تاني على الفرن فتحت الشوية اخدت اللون التحفة ده بما ان انا من الناس اللي بتعشى البشاميل وهو لسه سخن يدوبك اول ما بيطلع من الفرن بقطعه بقدمه في الاطباق وباكله وهو لسه كده بصه بيطلع بخار بيكون طعمه حلو جدا شايفين القطعة طلع بقطعتها المكارونة دي من احلى و اجمل انواع المكارونة البشاميل اللي انا جربتها حتى لو باتت عندك هتلاقي ان البشاميل لسه زي ما هو بيكون كريمي قولوني بقى بتحبوا تاكلوا البشاميل لسخن ولا بارد انا عن نفسي بحبوا سخن جدا بتمنى طبعا تجربوا الطريقة التحفة دي للمكارونة البشاميل و انا واسقة ان هي هتعجبكم وبالفهان عليكم مقدمة